شاهدين ومتابعنا في كل مكان متابعة موقع وتلفزيون المصر اليوم الآن واثناء تشييع جثمان دعاء احمد علي دودار انه قتلت على يد زوجها بعد حفلة تعزيب قام الزوج بخنقع بجنزير بعد ما قام ايضا بتقييد ابنة شفيقه ووضع شريط لاصق على خنمع حتى لا تستغاس باحد من الجرام الآن واثناء تشييع جثمان الزوجة لمسواها الاخير بقرية فيشا بنة التابعة لمركز اجا بمحافظة الدهلية طبعا زي ما قلت لحضراتكم منذ عصر الامس قام زوج بدرب زوجته حتى توفيت الى رحمة الله تعالى بقرية فيشا بنة دعاء عمرها 41 سنة كانت متجوزة ومعها اربع اولاد من زوجها الاولان ولكن اتقدم لها شقيق زوجها وفقت دعاء عشان هو اللي هيخاف على اولاد اخوه وهو اللي هيراعي مصالحهم ولكن كان العكس قام الزوج بتشريد اولاد شقيقه وايضا قام بالتعدي دائم على زوجة شقيقه اكتر من مرة بعد الزواج منها خلف منها طفلين وكانت حامل في توقم زي ما شقيقتها قالت لنا منذ دقائق قليلة امام منزلهم بقرية فيشا بنة قام الزوج بدرب زوجته بخرطوم الانبوبة وفي وصلة تعذيب مستمرة استمرت لساعات وقام بتقييد ابنة شقيقه داخل المنزل ووضع شريط لاصق على فمها حتى لا تستغيث بالجران طبعا في الوقت ده تم القبض على المتهم وجاري التحييق معاه حتى الان وكانت وصلت دعاء لمستشفى اجا المركزي جثة هامدة ادعاء تعدي وضرب من اخرين وايضا ادعاء حنب طبعا النيابة العامة امرت بتحويل الجثمان لمستشفى المنصورة الدولي لتشريحه وبيان سبب الوفاة ومنذ قليل وصل الجثمان لمسقط رأسها بقرية فيشة بنة تابعة لمركز اجا بمحافظة الدهنية معاكم الان واسناء تشريع الجثمان لمسواه الاخير طبعا تشارك القرية عن بقرة ابيها في جنازة دعاء اللي فقدت حياتها عشان تحافظ على اولادها وفقت تتجوز اخو جزها ما كان منه الا انه قام بتعذبها اكتر من مرة وزي ما شققتها قالت لنا منذ قليل في لايف على موقع وتلفزيون المصري اليوم قالت ان هو اكتر من مرة كان بيعتدي عليها وبيضربها وكان دائم التعدي عليها وتسبب ايضا قبل كده في انه قام بكسر قدميها الاتنين وركبت مسامير وشرائح وكان بعد قصرتها عنها تماما واللي كان بيروح عند البيت ما كانش بيجد الا السباب والضرب امام منزله شكراً لكم جزائح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واشويهم بالشاي واشويهم مكانزير ونهدل هتخلص ومرماط أخر ونحن لحيتة سادة لدين ونقامل خالدة خال حدك هكافر يا سلامة يا سلامة انت أمنكم لابيني انت أمنكم لابيني وانت أقوم بلوكين عيسي يدعيه لأحيك ونهتم الغلاف شراطوا الغلاف طبعا زي ما حضراتكم شايفين القرية تتشح بالسواد حزنا على دعاء اللي حاولت ان هي تحافظ على عيالها واتجوزت من اخ وجوزها وما كان منه الا انه كان السبب في وفاتها بعد ما قام بحفلة تعذيب عليها وخنقها بالجنزير داخل منزلها بعد ما ربط بانتهى بالجنزير ووضع شريط لاصق حتى لا تستغيث بالجران الجميع في حالة حزن وقلم اثناء تشييع الجسمان لمسواه الاخيرة حزي الله واني اعمل وقف فيه حزي الله واني اعمل وقف فيه احنا عاوز النار نتيجة بشاركة تعال اخلي القفلة تقالحه متشش مقف الجنيه لن نتغيث الأمر طبعا مشاهدين ومتابعين في كل مكان متابعة موقع وتلفزيون المصر اليوم زي ما حضراتكم شايفين أثناء تشيع الجسمان حالة من الانهيار والألم حزنا على دعاء اللي فقدت حياتها عشان فقرت أن هي تتجوز أخو جزها عشان يحافظ على أولاد أخوه ما كان منه إلا أنه شردهم وعزبهم وتسبب في وفاة والدتهم الجميع داخل القرية يطالب بالقصاص العادل من قاتل زوجته بقرية فيشابانة التابعة لمركز أجاب محافظة الدهلية طبعا معاكم الآن أثناء تشيع الجسمان لمسواه الأخير بمقابر قرية فيشابانة مسقط رأس دعاء اللي لقت حدفها شنقا على يد زوجها داخل قريتها دعاء أم عمرها 41 سنة تدعى دعاء أحمد علي دويدور كانت متجوزة من شخص داخل القرية خلفت منه تلت بنات وولد حاولت أنها تقعد عليهم وتربيهم فتقدم لها شقيق زوجها فوافقت عليها عشان هو اللي يحافظ على أولاد أخوه ما كان منه إلا أنه قام بوصلات تعذيب مستمرة على دعاء تسبب في كسر قدميها من قبل وتركيب شريح ومسامير وأيضا خياطة مستمرة منع أسرتها أن هي تدخل لها البيت اللي كان بيروح عند بيته كان بيتقابل بالسباب وضرب داخل القرية لدرجة أنه هم منعوا نفسهم من الدخول عند أختهم استفرد بيها شرد أولاد شقيقه زي ما شقيقتها قالت من شوية تسبب في حبس بنت في الأحداث من أولاد شقيقه وخلف منها الطفلين وكانت حامل في توقم إنبارح قام بوصل التعذيب استمرت لساعات حتى فقدت الوعي وبعدها قام بشنقها بجنزير داخل منزلها كان مستمر التعدي عليها زي ما قالولنا أسرتها من شوية الوقت هو أسناء تشريع الرسمان لمسواه الأخير بمقابر قرية فيشابنة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدائلاجي طبعا القرية بيقيت معها بيطالب القصاص العادل لأم حاولت إن هي تقعد على أولادها وقررت إن هي تتجوز شقيق زوجها عشان تحافظ على أولادها ولكن ما كان منه إلا إنه قام بقت لها وتشريب أولاد شقيقه ترجمة نانسي قنانسي قنانسية جريمة قتل بشعة سطرت أحداثها داخل قرية في شابنة التبعة بمركز أجب ومحافظة الدهلية بدأت القصة منذ ست سنوات بعد ما قررت دعاء أن هي تتجوز شقيت زوجها بعد وفاته عشان يحافظ على أولاده هو وعشان يخله باله منه أسرة المجن عليها بتقول لنا أن هو كان دائم التعذيب دائم تقييدهم لدرجة أن البنات طفشت برا البيت وفيهم بنت حبست داخل الأحداث وبرضو شقيقتها السميرة قالت لنا من شوية أن هو قصر رجليها لاتنين وركبت شرايح ومسامير في رجليها قام أيضا بتقطيع وجهها وقام بخيطه بإبرة وخيط داخل المنزل يعني أحداث مؤسفة وأحداث صعبة بتشهدها قريب في شابانة لزوجها كان حلمها أن هي تربع يالها واتطلعهم لبر الأمان فقدت حياتها على يد شقيق زوجها بعد زواجها من اللي كان في حلمها وفي خيالها أن هو هيحافظ على أولاد أخوه خيالها يغلق أخوه لأ نقص تراك لإبطاء لا يجب لا يجب لا يجب با طبعا برضو أسرتها قلت لانها من شوية ان هي حاولت كزا مرة ان هي تطلق منه وحاولت ان هي تمفاصل عنه ولكن ما كان منه لانه كان بيعزبها وكان بيعتدي على اي شخص من أسرتها بيروح عند بيتها مشاهدينهم تابعينا في كل مكان متابعة موقع وتلفزيون المصر اليوم دي كانت تخطيطنا من داخل قرية في شابانة اتبع لمركز أجب محافظة الدأهلية بعد مقتل زوجها على يد زوجها اللي هو شقيق زوجها المتوفي اللي كان في نيتها ان هو هيحمي أولادها الصغار ولكن ما كان منه الا انه أنهى حياتها وشرب أولادها مشاهدينهم تابعينا في كل مكان متابعة موقع وتلفزيون المصر اليوم كان معاكم التخطية محمد رمز موانس بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته